اشتركوا في القناة بحب ذكركم انه الاطار يلي نحنا عم نبحث فيه بهذا النص هو اطار تأملي برجع بذكر اهمية الصلاة بحياتنا اليومية اهمية اللقاء مع الرب من خلال الكتاب المقدس اهمية انه هيدا النص يلي نحنا عم نجرب انه نكتشفه مع بعضنا ونتأمل فيه ما يكون نهايته انه نحنا نكتشف نص بس نهاية او غاية هيدا التفسير انه نحنا نأخد مع يسوع المسيح واجهاً لواجه انه هيا لشي انا في يقوله هو فقط حتى يساعد ويسند هيدا اللقاء بالصلاة صلاتنا معناتها دايما ترتكز على وقت من الصمت على مكان نقدر نقعد فيه على رواق نلتقي بالرب من بعد ما نطلب من الروح القدس انه هو يقودنا بهذا اللقاء نتأمل من خلال يلي نحنا لح نحكيه ويلي بدعيكم انه تعيشوا اكيد بكل حرية تعيشوا هيدا اللقاء مع يسوع المسيح وبعدين من ثمار هيدا اللقاء تعيشوا خلال الايام يلي جاية وتنمو فعلا بهيدا العلاقة يلي بتخليكم تشبهوا اكتر واكتر الرب يلي كنا نخلقنا على صورته ومثاله مثل عادتنا خلينا نبلش بي صلاتنا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هلما ايها الروح القدس وارسل من السماء شعاع نورك هلما يا ابا المساكين هلما يا معطي المواهب هلما يا دياء القلوب ايها المعزي شليل يا ساكن القلوب العذب ايتها الاستراحة اللذيذة انت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية ايها النور التبوي املأ باطن قلوب مؤمنيك لانه بدون قدرتك لا شيء في الانسان ولا شيء طاهر طهر ما كان دنيسان اسقي ما كان يابسا اشفي ما كان معلولا لين ما كان صلبا اضرم ما كان باردا دبر ما كان حائدا اعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع امنحهم ثباب الفضيلة هبلاهم غاية الخلاص اعطهم السرور الابدي امين اعزائي ومشاهدين اسموه الماضي توقفنا نحن على الاية يلي بتقول ربي من خطئة هذا ام والده حتى ولده اعمى اليوم لح نتوقف مع بعضنا تحتى نشوف منو هذا الشخص شوفينا نعرف عن هذا الشخص يلي يسوع مرأ بحياته وشفه نحن موجودين بانجيل يوحنى من خلال هيدا الناس يلي اريني مع بعضنا من الاسابيع الماضية فينا نكتشف كم علامة نجرب نحطهم امام اعيننا نحن بقلنا الناس انه هو ميري يسوع شيف رجل اعمى منذ ولادته نعرف انه هو اعمى من وقته ما خليه معنى هيدا الشخص ما بعمره ابصر النور النقطة التانية بتجينا من الناس يلي خبرونا عنه هو شو قالونا هيدول الناس عنه هو انه هيدا هو كان الشخص يلي كان يقعد على جنب وكان يستعطي معنى كان اعيد على طرف الطريق كان شحط النقطة التالتة تجينا من اهله من بعد ما صح صحه يسوع بعجيبة ورحل عند الفريسيين والفريسيين كانوا شاكين بامره استدعوا اهله اهله جاوبوا انه نحنا تقريبا ما خصنا هو ريشيد معنى صار عنده سن الرشد معنى صار بالغ ما هيكه هو مسؤول عن نفسه ونحنا تقريبا ما خصنا فيه وهون نحنا فينا شوي نحزر العلاقة اللي موجودة بينه وبين اهله ما كأنهم اهله محاطينه عجنب متخلين عنه يعني بتصور شوي تكون شحاد على الطريق واهله جاوبوا بهيدا الطريقة ما كأنهم منهم ما اعترفين فيه معنى حالته مش من هالحاليات الحلوة يلي العيلة ضمته وحضنته وحكينا اسبوع الماضي قديش اوات الاهل بيكون كمان صاعب عليهم انه يقبلوا هيدا الحالة قديش كيرا وقاد بيكونوا هنه حاملين بزيتون هم كبير وعقدي الذنب كبيري نحنا يا رب شو عاملين لك ونجوابنا ايضا بطريقة وباخرى على هيدا السؤال معنى تام امامنا في شاب عايش عم بيستعطي ناطر رحمة الاخرين عايش من نظرة الاخرين عليه هو في مين بيقول حرام في مين يمكن بيقول لأ هيدا لازم نحترمه بكرامته في عدة مواقف امامه هو بس منعرف انه منه هايش الا اذا فيه اخرين بيطلعوا فيه واخرين بيعطوه شي تيقدر دبر حياته يوميا ويقدر يعيش اكتر من هيك نعرف انه علاقته بالنسبة للرب علاقة بشهة يعني حتى الرسل يسأله هيدا السؤال ليسوع ونحنا منعرف شو كان التفكير بهيدا الوقت على الصعيد الايميني معنى انه هو ربنا ما بيحبه بالنسبة له هو بالنسبة للفريسيين ربنا ما بيهركه لانه هو ما بيقشع معنى هو بتريعه باخرى حتى يعتبر انه عايش وولد بالخطية لدرجة انه الفريسيين من بعد ما يتخانقوا معه هو بقولوله انت كلك خلقت بالخطية انت كلك معنى مجبول بالخطية انت كلك ولدت في الخطايا وتعلمنا معنى انت كبتولة خطية موجودة بالغلط على وجه الارض هيدا هو هيدا الشب يلي عم نحكي عنه بنص الانجيل ما بعرف شو اسمه بس بعرف حالته الغريب انه هيدا الشب هيدا هو التعريف عنه انا بذكرني هيدا الشب كتير من الاشخاص يلي نحن منصير نعرف عنه بطريقة اخرى مثلا بالمرض يلي عنده نيه هيدا يلي ما بيقشى هيدا يلي ما بيمشي هيدا يلي معه سرطان هيدا يلي معه متل كأنه حددنا الشخص يلي مقابلنا بالمرض يلي عنده يه أو بالزكاة يلي عنده يه أو بالمال يلي عنده يه ونسينا انه الشخص يلي أمامنا عنده اسم عنده هوية عنده تاريخ وما انه فقط الصفة أو الميزة يلي نحن منكب عليه وهيدا شكل كتير بشحى بقلب كل المجتمعات وبمجتمعنا نحن بتصنيف الأشخاص ونعتبرون انه هنه فقط بتصنيف يلي نحن منصنفون يه وما بقى نقدر نقشى غير شي عن حقيقتهم هنه بنسأل أوقات عن الأشخاص يلي هنه مجروحين بزكيهن ما زالنا نحن تقريبا بهيدا الإطار أوقات للأشخاص يلي منن إذا بدكن عنده القدرات يلي كل الناس عندهن يهون ومرا سألت سألت تحرع روحات محادرة عن كرامة الأشخاص يلي عندهن إعاقة وحتى أنا بقلكم إياها بكل بساطة عتفكر عتفكر بالموضوع بعدين رحت عم صليت أنا ليش بده عتفكر بالموضوع ليش بده يحط علامة استفهام على كرامة هذا الشخص ليه؟ لأنه هو مختلف عني بده حط علامة استفهام على كرامته ونحن هيكي طاعة نشوف شوي صغيرة واتم نحكي عن الأشخاص يلي بيشتغلوا ببيوتنا هم؟ ما بق اسما شو ما كين اسما؟ أنجيل ما بق اسما يمكن ما بق اسما الحقيقة ما نسميها سريلنكية الفينيبيرية أتيوبية لدرجة أنه نحن صرنا من نكت على هيدا الشي ما هيكي؟ وما بق نقشى أنه في إنسان موجود أمامي جاي من بلد معين تارك عائلته جاي تيشتغل بلبنان تيأمن حياته حيات عائلته وهيدا الشي بق وديني شوي شوي أنه فضي هذا الإنسان من إنسانيته ويصير مثل المكانة يعني بيشتغل عندي يصير مثل العبد يلي عم بيشتغل عندي وأنا أقرر عنه كل شي من يلي لازم يأكله للي لازم يلبسه للي لازم يحس فيه للي لازم يعيشه بحياته إذا بحق له يأكل فرصة أو ما بحق له يأكل فرصة والمشكل إنه هيدا الشي كله بيصير طبيعي بالنسبة لإلمه هيدا مشكل كتير كبير نحنا منعاني منه وبيخلينا نحنا نستعبد الآخرين بفكرنا بتصرفنا بدون ما ننتبهه بدون ما ننتبهه ونحط أفكارنا نوضعن على الآخرين ونلبسن للآخرين والشغلة بعد الأبشى هو إنه نحنا ما بقى ننتبه إمتين نحنا نستعبد من قبل الآخرين لأنه الاستعباد من جهتنا نحنا في جه الآخر ما بقى عم نقشاه بتنقلب اللعبة علينا نحنا وبنصير نحنا نقبله مثل ما هي بعتي متى الصغير بدون ما فوت كتير بالأسس اليومية يلي هي بتخص الفسايد وبتخص السياسة بلبنان بس وقتها أنا بصير حتى أوسع على حقي ها؟ بالدوية الرسمية بدي إرشة هيدا وإرشة هيداك هيدا أيضا من الاستعباد يلي أنا بكون راضي إنه عيشو وأنا بكون صرت نكرة بالنسبة للشخص اللي قدامي لأنه ما بقى بنفعشي غير الرشوية اللي أنا بعطي إياه وبتكون الشغلة نقلبت علي لأنه أنا ما بقى أعرف ميز الإنسان يلي موجود أمامي من الصفة يلي أنا ركبت له إياها من الاستعباد يلي أنا صرت استعبادته فيها هيدا الآمة يلي قدامنا نحنا هو فقط آمة هو فقط خطيئة هو فقط بيستاطي ولا عنده اسم ولا عنده تاريخ ولا بقى عنده أهل ما عنده حدا يوحنا يلي عم بيكتب لنا هيدا الإنجيل بيعرف أنه في قصص زيتا صارت قبل ومخبرونا عنا الإنجليين آخرين موجودة القصة عند مرقص ومرقص نشوفوا بأعمى أريحة بخبرنا عن يسوع والرسل واتوصلوا إلى أريحة بخبرنا وبينما يسوع خارج من أريحة هو وتلميذه وجمع غفير كان بارتيما أي ابن طيما وهو شحاد أعمى جالسا على جانب الطريق فلما سمع أنه يسوع الناصري بدأ يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهره آناس كثيرون ليسكت إلا أنه كان يزداد صراخا يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وقال ادعوه فدعوا الأعمى قائلين له ثق وانهض إنه يدعوك فترح الأعمى رداءه ووثب وجاء إلى يسوع فقال له يسوع ماذا تريد أن أصنع لك فقال له الأعمى ربوني أن أبصر فقال له يسوع اذهب إيمانك خلصق وللوقت عاد يبصر وراح يتبع يسوع في الطريق هيدا الناس من إنجيل مرقوس فصل عشرة فصل عشرة من آية 46 والبقى مرقوس خبرني عن شخص عنده اسم اللي من هو بيه وهيدا الشخص قاعد على جنب الطريق عم بيستعطي كمانا عنده رداء تحتى يضغط فيه وبس سمع إنه يسوع مرأ أين بلش يسترخ له يسوع خلصنا يسوع صار فيه حوار بينه بين يسوع هيدا الأعمى بإنجيل يوحنى ما بعرف إذا هيدا هو أعمى قريحة بس يوحنى نقى إنه ما يقليش اسمه يوحنى نقى إنه ما يصير فيه حوار بينه بين يسوع وهون فيه علمية استفعين ليش؟ وأنا يلي بدي صلي بهيدا النص بدي أسأل حالي ليش؟ الرب من خلال هالسكوت يلي الإنجيلي يوحنى بيكتب لي إيه؟ أو بيعبر عنه بالإنجيل هون بنوه هيدا الأعمى يلي الرب عم بيحكينا عنه هل يترى هيدا الأعمى ما بيشبه شوي العالم مجموعة البشر يلي شوي بتحس حالة متروكة من قبل الرب شوي متروكة بخطيتها شوي متروكة وضايعة عم تجرب تلو للرب من زمان وجر تعالى طاع يا رب وخلصنا ما منفتكر إنه معقولة هيدا الأعمى كون أنا يلي كتير هوقات بيبحث عن الرب وببحث عن الخلاص بحياتي وما بيقدر إنه يقشعون مش أنا كتير هوقات كمان أصنف بيميت طريقة وطريقة ويحكم علي بيميت طريقة وطريقة وما عم بيقدر أظهر من العبودية اللي أنا بعيش فيها ومش عارف أمتين الرب بدي يمرق بحياتي ويخلصني وين الإعاقة يلي أنا عندي إياها وين أنا أعمى وين أنا عم بتعذب من الداخل وين أنا بحاجة إنه يجي الرب ويمرق بحياتي إختي اليوم هيدا هو السؤال بكتير محلات يوحنا بإنجيله بيسمي أشخاص في محلات ما بيسمي الساميرية بنعرف إنه هي من السامير الإمرأة الزينية هي إمرأة زينية الأعمى بنعرف إنه هو أعمى بس العازر نعرف إنه هو العازر شخص معروف منه من أصدقائه ليسوع نيكوديموس نعرف إنه هو نيكوديموس بش في أشخاص بيكون إسم منه موجود وهدول أشخاص اللي إسم منه موجود بيردونا إلى مجموعة بيردونا إلى زيتنا والأعمى مثل ما كنت عم بيلكون قبل في ردني لا إليه الأعمى في ردني إلى لبنان يلي عم بيتمح للخلاص هيدا الخلاص يلي عم بينبش عليه وعم بيشحده على اليمين وعالشمال ساعة من بلد ساعة من بلد آخر ساعة من رجل سياسة ساعة من رجل سياسة آخر ساعة من هون ساعة من هونيك في دلني على العالم يلي عم بيتمح فعلا إنه يجرب وهون معكن بدي استذكر نص من العهد القديم واتربنا بيدعي لموسى وبيقله كلمات معينة لموسى لحسن معكن كلمتين أو جملتين من هيدا الناص هو من سفر الخروج اسمه رواية أخرى لدعوة موسى عم بيدعي لموسى ربنا تحت يظهر شعبه من العبودية وشو بيقول له لموسى بيقول له أنا الرب أنا الذي ترأيت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها قديرا بيقول له أقمت معهم عهدي ليعطيهم أرض قناعان أرض غربتهم التي نزلوا بها واسمعوا هون هالكلمات يلي ربنا بيقول له إيهون لموسى بيقول له وقد سمعت أيضا أنينا بني إسرائيل الذي استعبدهم المصريون فذكرتوا عهدي مش إن هيك قلوا لبني إسرائيل أنا الرب أنا لح تهركن من العبودية ربنا بيقشى يلي نحن عم نعيشه ربنا بيقشى العبودية يلي نحن منعيشه وهالعبودية يلي فينا نحن يلي موجودة بوطننا يلي موجودة بعلمنا منا بعيدة عن الرب فيه أنين بقلب كل واحد بينتنا فيه أنين كان بقلبه لهيدا الأعمى وربنا بيسمع هيدا الأنين وبيجي لعنه هيدا الأنين بنيدي للرب بيقله يا رب ما عندي غيرك أنت الرجاء الوحيد بس أكيد هيدا الأنين ما بيقدد يتوجه لحدا آخر بذات الوقت ولازم نعرف أنه ما فيه خلاص غير مطرح مشان هيكي أنا اليوم بدي أدعيكم خلال هالأيام يلي جاية أنه نقعد أمام الرب بسلاطنا نقعد مع هيدا الأعمى نقعد مع ذاتنا أرجع أكتشف يلي بهايدا النص بيخليني يكون واحد أنا والأعمى يمكن بمرحلة تانية يلي أنا وعيلتي واحد مع الأعمى يمكن أنا وكنيشتي واحد مع الأعمى يمكن أنا ووطني واحد مع الأعمى يمكن أنا والعالم واحد مع الأعمى وخلي بقلب صلاطي يصعد أنين من داخلي إلى الرب بنيدي للرب أنه يا رب تعك مين مرة مروق بحياتك بحيات عائلتي بحيات كنيستنا بحيات وطننا رجع غروس قوة صليبك بحياتنا بحيات عائلنا بحيات وطننا بحيات عالمنا رجع جدد فينا روحك القدوس رجع مول منا أشخاص يكونوا عم يشهدوا للرجاء أصخاص هن الرجاء لقوة الخلاصة اللي أنت عديت مياه تكون صلاتنا هذا الأسبوع صلاة فعلاً منفتحة إلى الرب يلي بريد خلاص كل واحد بين اتنا أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر